يعني بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأنه يعني الشريعة تركت لهم الحبل على الغارب والباب مفتوح في التعامل مع الأولاد هذا ليس صحيح يعني بعض الآباء ظلمة وبعض الأمهات ظلمة يعني كون والله أنا أظلم ابني ما كون ظالم أظلم بنتي ما كون ظالمة مثلا هذا كلام ليس صحيح يعني يوجد من الأولاد من يعني يشتكي يعني والده مثلا دائما سب و شتم و أيضا تشهير عياذه بالله يروح عند عائلته و عند أهله و عند جماعته يقول ابني مقصر معي ابني ما يطيعني و مسكين الولد صالح لكن أحيانا هو يتحرك في حدود الإمكان يعني مثلا بعض الآباء يكلف عياله مبالغ يقترضون له من المصرف يقترضون له من المصرف و هذا الولد مسكين عليه قروض كثيرة يعني و مع ذلك الأب يطلب منه زيادة هذا ظلم أيضا بعض الآباء لأسف الشديد يطلب من عياله أنه يشتري له سيارة أو يشتري السيارات و الولد ما عنده قدرة ما عنده راتب واحد و راتب الواحد عنده أسرة عنده أولاد يقول إذا ما لبيته و ما عندي قدرة راح يتكلم عن جماعته و عند أهله يسبنه و يشوي سمعته عنده هذا ظلم يا أخواني كذلك البنت أمها دائما تتكلم فيها عند الناس كذا و كذا هذا ظلم يعني بعض الآباء و الأمات يعتقدون بأنه والله الظلم من العيال بس العقوق من العيال بس هذا كلام ما يصح يعني العيال جزام الله خير الآن نحن نمصي الأولاد أن يتقوا الله في آبائهم و في أمهاتهم و أن يصبروا و أن يصبروا طيب هذا مطلوب منهم طيب و أنت و أنت يا الأم و يا الأب و شو مطلوب منكم تظلمون عيالكم تسبون عيالكم تشوفون صورة عيالكم اتقوا الله خافوا الله أنا أقول هذا الكلام لأن عندي قصص كثيرة و مشاكل عديدة من آباء و أمهات للأسف الشديد و إن كان يعني ليست هي ظاهرة ولله الحمد لكن موجود موجود الآن يعني للأسف الشديد فيه تعاملات يعتقد بعض الأباء و الله خلاص هو كأنه عنده سك من الله عز وجل أن يظلم عياله و يقهر عياله و يسحق عياله و يتصرف بما شاء مع عياله هذا كلام غير صحيح هذا الظلم و العيادة بالله و سيسألك يوم القيام الولد صحيح مطالب بأنه يصبر و يحبس نفسه و يحتسب الأجر و لا يغلط مع والديه و لا يتصرف أي تصرف و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة لكن هل تعتقد بأن هذا سيف تضع على رقاب عيالك أنك والله تسوينا الي أبي أو أنت يا أيتها الأم والله تسوينا اللي تبين أنت تطربين من بنتك هل ما يجوز فاتقوا الله و خافوا الله في عيالكم نحن يمكن أكثر أجوبتنا متجهة إلى الأولاد اتقوا الله في والديكم اتقوا بالرؤاباءكم تحملوهم اصبروا عليهم و هذا هو الأصل لكن لا يفهم أحد حينما نقول هذا الكلام و نورد هذه الأدلة أنه والله الأب خلاص أصبح حر يتصرف مع عياله أو الأم يعني حرة تتصرف مع أولادها بالحق و الباطل و بالصح و بالغلط لا خافوا الله خافوا الله في ملائكة تسجل عليكم و هذا التمييز أو التمييز بين الأولاد ظلم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة واحدة قال اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فاركز على ولد والله هو اللي يصرف و هو اللي يخدم و هو اللي ينفذ طيب و البقية ما شاء الله ليش و ش اللي يعني كون هذا الولد حبيب أو البنت حبيبة و طيبين يبون رضى الوالدين و بر الوالدين و أترك البقية أنه والله ما يردون عليكم ولا كذا و لا و إذا قصر هذا الطيب رح تتسبونه بأي ميزان هذا بأي قانون بأي شريعة اتقوا الله خاف الله و الله عندي قصص مؤلمة و الله عندي قصص مؤلمة و بعض الأولاد أنا و الله أدعو لهم أقول ما شاء الله اللهم بارك يعني ثبتهم الله بسبب تصرفات بعض الاباء و بعض الأمهات اللي وصلت القسوة عند بعضهم يعني موصل خطير جدا عندهم تمييز بين الأولاد عندهم ظلم و الولد هذا سبحان الله أو البنت اللي عنده بذل و عطاء و خدمها إذا قصر مرة وحدة ما يرحمونه و عندهم عيال ما يلتفتون لآبائهم و لأمهاتهم لو جاب شغلة واحدة قالوا ها أفلان يجيب مرة واحد مرة و هذه والله قصص ليست يعني في حالة واحدة أو حالتين أو ثلاث لا 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 هذا ظلم اتقوا الله أيها الأباء و أيها الأمهات أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع ترجمة نانسي قنقر